بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من يحكى أنا من التلفزيون المصري القناة الأولى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج بتعرض على حضراتكم طوال الحلقة ممكن حضراتكم ترجعوا لمحتوى حلقتنا السابقة بالكامل سواء على قناة اليوتيوب الخاصة بالقناة الأولى برنامج يحكى أنا أو على الفيسبوك أو حتى على أي وسائل تواصل أخرى الحقيقة مقدمة للحلقة النهاردة يعني ندخل في الموضوع على طول لأنه هو مش عايز مقدمة هو العنوان حيرة التغذية الصحية حيرة هتقولولي حيرة ناكل إيه وما ناكلش إيه؟ لا بالنسبة لناس كتير جدا 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 ما بقيتش معرفة أضرار الطعام غير الصحي هي المشكلة أو إن هما يكلوا إيه وماكلوش إيه وإيه مضر وإيه كويس ما بقيتش دي المشكلة خالص أغلب الناس دلوقتي عارفين الصح من الغلط وعارفين المفيد من الدار طيب أمال إيه المشكلة؟ المشكلة حضراتكم بتقولوها دلوقتي وإحنا قاعدين كده في البيوت وإحنا بنقابل بعض بنتكلم فيها المشكلة الحقيقية بقت فيه كيفية تطبيق أنظمة الطعام الصحي والاستمرار عليه نقولها بطريقة أبسط أنا عايز ألتزم غذائيا وأكل أكل صحي أنا عايز أعمل ريجيم أنا عايز أخفض وزن بس فيه حاجات بتمنعني صحي كده؟ أو أنا ببتدي بس ما بعرفش أكمل أو أنا ببتدي وبنزل شوية وبعدين بفشل بعد كده حاجات كتير قوي علشان كده كتير مننا دخل فيما يعرف بحيرة التغذية الصحية وهي حيرة فعلا والحقيقة إن الوعي بالمشكلة فحد ذاتها يعني إن انت حضراتكم تبقوا وعيين بإن دي المشكلة خلاص الوعي بالمشكلة ومفرداتها هو بداية الطريق الصحيح لعلاج المشكلة دي علشان كده أنا هتكلم مع حضراتكم النهاردة عن إيه بقى؟ عن أسباب مشكلة عدم تطبيق أنظمة الطعام الصحي يعني إيه اللي بيخلينا ما نعرفش نطبق أنظمة الطعام الصحي في حياتنا ويمكن لما نعرضها كده سبب سبب يمكن في إطار العرض وإطار عرض رؤيتي كمان لحلها نقدر نساعد بعض بشكل عملي لأنه يعني الكلام كتير حلو قوي لكن اللي مر بالتجربة بقى غير النظري يعني حتى في قاعدة كده في الطب حتى يقولوا إيه قنطار من النظريات لا يعادل ذرة من الممارسة فاهمين قصدي؟ واخدوها أنتوا بقى بكل مقياس تقعد تتعلم في السواق أو تحضر دروس وبتاق لكن لازم تسوق فعلا تتعلم في لغات وجورسات لكن لازم تتكلم اللغة دي فعلا مع ناس بيتكلموا اللغة دي وهكذا تتفرجوا على برامج طهي وعميل أكل وبتاق لك اللازم تطبخي فعلا فاهمين قصدي؟ الممارسة هي الضرورية فإحنا لما نعرض المشكلة دي بالجوانب اللي هتكلم فيها مع حضراتكم يمكن من العرض ده والحل من وجهة نظر يعني المتوضعة ممكن يساعد وممكن في حاجات تانية ما يساعدش بس في الآخر زي ما قلت لكم الوعي بالمشكلة بداية الطريق لعلاجها أو معرفة علاجها أول مشكلة بتواجهنا في الموضوع ده اللي هو حيرة الطعام الصحي إيه هي؟ عدم مرونة معظم الأنظمة الصحية معظم الأنظمة الصحية مش مارينة الأنظمة الصحية اللي الناس بتعرفها من الأطباء أو بتتبدلها يعني إحنا كده بنتبدلها مع بعض وده غلط بالمناسبة أو حتى اللي بنلاقيها معروضة الحقيقة بوفرة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأنظمة دي مش مارينة مش مارينة يعني إيه؟ فيها جمود كده يعني فيها حاجات الناس ممكن تقعد تبصيلها كده وتقول إيه؟ ناخد طاقة ناخد حماس البدايات آه هتطبقوا لا أنا مش عارف أعمل اللي مكتوب ده مش دي ممكن تكون مشكلة بتواجه خطاع من حضراتكم؟ نصيحتي لحضراتكم في النقطة دي إيه؟ إنكم تدوروا على النظم الغذائية القريبة من شكل حياتكم الحقيقي مش شكل الحياة الافتراضية يعني إيه؟ يعني حد يقول مثلا إيه؟ تفطر الساعة سبعة الصبح وتفطر حاجة كذا 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 وتاخد إسناك أو حاجة في النص الساعة مش عارف 11 ونص أو 12 وبعدين تاكل الساعة كذا وبدأ فتيجي أنت على أرض الواقع بقى أنا لبصح الساعة سبعة الصبح عشان أفطر ولو فطرت مش هفطر الفطر ده وما بيتوفرش عندي فرصة الساعة 12 إن أنا أخد إسناك أو أخد وجبة في النص وما بتغداش عمري الساعة 3 أو الساعة 2 ونص ده ما بيمفع وعمري ما بتغدى الكلام اللي مكتوب ده أنا لو تغدته في يوم في الأسبوع مش هعرف أكمل الأسبوع لإني عندي ظروف عندي ظروف عمل عندي ظروف أنا كأم عندي التزامات تجاه بيتي أو أولادي أو حتى عمل عندي ظروف دراسة وهاكذا فعشان كده أنا بقول لكم إيه لما تيجوا تمشوا ورا نظام صحي في الأكل يعني ما تروحوش ناحية الحاجات اللي بعيدة عن نمط حياتكم لإن هي القضية خسرانة حتى لو بقول لكم تحمستوا في البداية وحبيتوا أنكم تعملوها مش هتعملوها مش هتكملوا عليه يعني مثلا تلاقي نظام يقول لك إيه النظام ده مرتبط أنك تمشي كل يوم 30 دقيقة أو الله المشي حلو بس في حد يقول لك أنا ما بيتوفرش عندي الظروف دي ما قدرش همشي 30 دقيقة في اليوم سواء من الناحية الصحية أو الجسمانية أو العضلية أو حتى الناحية الخاصة المهنية أنا بنزل بروح الشغل بروح كذا 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 أو أنا قاعدة في البيت يعني هسيب البيت وانزل أتمشي 30 دقيقة أنتوا فاهمين قصدي؟ يبقى إحنا من البداية نبعد عن الأنظمة دي لأنه زي ما قلتلكم أول صفة فيها أنها لا تتسم بالمرونة الكافية عشان كده أطباء التغذية الشطار هم اللي بيفصلوا النظام الغذائي لللي بيجلهم اللي بيعملوه يعني هم اللي بيقولوا المفروض نعمل إيه أو ما نعملش إيه إنت شكل حياتك إيه يلا نعمل نظام سوا حلو الكلام؟ طيب أنا قلتلكم مثلا هو في حكاية الرياض لو عايش أو عايش حضرتك مثلا في وسط أسرة تمام؟ والأسرة دي لها طبيعة معينة في الأكل بيكلوا بطريقة معينة بيكلوا في أوقات معينة مش هتبقي بقى أنت ماشية بنظام والنظام تاني وهكذا لا يبقى إحنا من البداية نختار نظام التغذية الصحية الملائم لحياتنا طيب المشكلة التانية عدم معرفة بدائل الأطعمة اللي ليها أهمية لو أنا مليش في الأطعمة دي فاهمين قصدي؟ هقول لكم مثال يعني فيه أشهر مثل الحديد والكالسيوم والبروتينات ده مثل مش هم دول بس يعني إيه؟ يعني الحديد في حد يقولك إيه مثلا تاكل اللحوم تاكل مش عارف كذا طيب أنا مليش في الألبان مليش في منتجات الأسماك مليش في البيض أو مأكلات البحرية طيب لازم نبقى عارفين الكالسيوم مليش في إيه كمان البروتينات أصلا مليش ما بحبش اللحوم خلاص أو ما بحبش الأسماك أو ما بحبش الفراء طيب فيه بروتينات بديلة وهكذا فهقولك وهو مثلا نموذج يعني مثلا إيه الحديد؟ أظن بقى حفزنا خلاص إحنا عملنا الحاجات دي كتيرة أو مع بعض وحلقات كتيرة بس إيه؟ يعني بنذكر بعض الحديد موجود في اللحوم صح؟ صح؟ لكن هل تعرفوا إنه موجود مثلا في البنجر؟ موجود في التمر اللي هو البلح؟ فاهمين قصدي؟ موجود مثلا في العسل السود؟ أكيد فيه ناس كتيرة تعرف إن الحديد موجود في التفاح والموز والبتنجان البتنجان بأنواعه وما إلى ذلك فاهمين قصدي؟ إنما هل الناس تعرف إن الحديد موجود في الرمان؟ أو عصير الرمان؟ فهمته قصدي؟ يبقى أنا من البداية الكالسيوم الناس كلها حفظة إن الكالسيوم لبن الكالسيوم لبن مع إن اللبن في حد ذاته مش بالأهمية اللي أنتوا فاكرينها خلاص؟ ده بالعكس يعني له أضرار مفروض ما نزودش قوي في اللبن خلاص؟ طيب مع عشان الكالسيوم أيها الكالسيوم موجود في السمسم السمسم الكالسيوم فيه أكتر من لبن الخضروات الورقية الخضروات الورقية اللي لونها أخضر فيها كالسيوم أكتر من لبن ده بالعكس بقى كمان ده فيها مغنيسيوم والمغنيسيوم بيساعد أكتر على امتصاص الكالسيوم أنتوا فاهمين قصدي؟ يبقى لازم نبقى عارفة بروتينات أنا ما ليش في اللحمة أو ما بحبش الفراخ أو ما باكلش فراخ أو لحمة تاكل عتس بني عتس بني آه تاكل فول أخضر الفول اللي نحن سميه الفول حراتي ده بيسموه يعني البروتين النباتي أو يعني اللي هو من أغنى مصادر البروتين النباتي تاكل بيض لو أنت بتحب البيض مثلا تفاهمين قصدي يبقى لازم يبقى عندنا وعي بالبدائل لما تلاقي كده نظام غذائي وعايز تمشي على نظام غذائي وإحنا اتفقنا في أول الحلقة كلنا تقريبا عارفين إيه المضر وإيه المش مضر إيه اللي بيتخن وإيه اللي ما بيتخن طيب لقينا للاختيارات اللي مذكورة قدامنا قليلة نبحث إحنا بقى وكلنا شطار في الإنترنت وكلنا شطار في البحث وكلنا بنتفرج على وسائل إعلام كويسة المفروض إنها بتتعرفنا وبتعلمنا نقوم نعرف البدائل لما نعرف البدائل أقدر الحاجة اللي أنا مليش فيها أو ما بعرفش كلها أو ما بعرفش أجبها ما ممكن تكون بحبها بس ما قدرش أجبها أنتوا فاهمين قصدي يعني تلاقي نظام غذائي مكتوب لك إنك تاكل فيه لحوم كل يوم مين هيأكل لحمة كل يوم أصلا غلط إنك تاكل لحمة كل يوم أنتوا فاهمين غلط أنا بقول لكم غلط طبيا خلاص بس تلاقي فيه ناس كده يروحهم رزعين النظام الغذائي يقول لك لازم هو ده عشان تبقى كويس وعشان تبقى جسمك صحي وكميات يعني يقول إيه لا الفكرة مش مش لازم تاكل لحوم كل يوم بس إيه اللحوم مهمة ليه عشان فيها بروتينات طب ما إحنا قلنا فيه بروتينات من أصل حيواني بروتينات من أصل نباتي لكن فيه بروتينات من أصل نباتي لا تقل في الأهمية عن البروتينات ذات الأصل الحيواني على رأس اللي أنا بقوله العتس والفول الأخضر تمام طيب المشكلة الثالثة اللي بتوجهنا إيه في حيرة النظم الصحية للطعام تعامل ناس كتير قوي مع النظام بتاع الغذاء الصحي ده على إنه خطوة علاجية في مرحلة مرضية يعني اللي هو إيه أنا بعمل ريجيم شهرين كده أو ثلاثة شهر أسانة بس أضغط على نفسي كده وامسك نفسي الثلاثة شهور دول أو الستة شهور دول أو اللي حتى السنة دي وبعد كده بعمل اللي أنا عايزه لما وصل للوزن اللي أنا عايزه أو اللي أنا عايزاه ده غلط ده أكبر غلط لأنه نظام الطعام الصحي لازم تكونوا حضراتكم مقتنعين أنه يجب أن يتحول داخلنا إلى نمط حياة اللي هي الكلمة الإنجليزية lifestyle يعني إحنا ما بناكلش غير كده بناكل كده وكده ده مش وحش لأن فيه كم تنوعات رهيبة خلاص كل فين وفين بقى لما اللخبط زي ما هقول لكم بعد شوي إنما ما يبقاش إيه أصل أنا بس بعمل ريجيم استحمل يا جسمي بس الشهرين دول وبعد كده هنخرب الدنيا لا غلط طول ما إحنا بنفكر بالطريقة دي حتى الشهرين دول هيبقى فيهم لخبط أقول لكم على حاجة حتى لو التزمنا شهرين ستة وشهر سنة اللخبطة اللي بتبقى بعد كده بتجيب نتائج وحشة جدا لأنه ما بيبقاش فيه خلاص الجسم ما بيبقاش فاهم أنت بتعمل إيه بالزبط أنت كويس ولا متهور ولا بتاكل صح ولا بتاكل غلط ولا إيه بالزبط فاهمين قصدي ودي مشكلة كبيرة قوي عند ناس كتيرة اللي يقول لك إيه ما بعرفش أثبت أنا خسيت بس مش عارف أثبت أو خسيت بس رجعت ما هو من الحكاية دي أن الناس دول بيتعاملوا مع الدايت أو مع الرجيم أو مع النظام الغذائي الصحي اللي أنا بحب التسمية دي ها على أنه مرحلة مؤقتة في رحلة علاجية لا هي مش رحلة علاجية ولا حاجة أنت بتعمل كده عشان تعيش أحسن عشان تحسن جودة حياتكم تحسنه جودة حياتكم وده لايف ستايل خلاص أنا بعمل كده زي اللي بيقول لك أنا بشرب الشاي من غير سكر أو بشرب الشاي بمعلقة سكر فيهمتوا قصدي خلاص بقى هو كده مش بيشرب الشاي بمعلقة سكر لمدة ثلاثة أشهر بعد كده هيشرب أربع معالي الموضوع غلط فيهمتوا قصدي تمام المشكلة الرابعة هي تضارب المعلومات حوالين بعض المواد الغذائية الأساسية زي إيه زي ما لسه أقول لك ناس تقول مفيدة وناس تقول مضرة يعني مثلا زي اللبن الحليب زي البيض فاهمين قصدي أو طريقة التعامل مع المادة الغذائية نفسها بمناسبة اللبن الحليب والبيض أنا قلت لكم اللبن الحليب مفيد لكن مش مفيد إن إحنا نشربه كل يوم بالمناسبة ولا نديه لولادنا كل يوم البيض أحسن طريقة للتعامل مع البيض إن يكون بيض مسلوق وما نديهوش للأطفال أكتر من مرتين إلى ثلاث مرات على حد أقصى في الأسبوع وبيضة واحدة بس في ناس كل يوم تدي ولادة بيت كل يوم تدي ولادة بيت محتوى البيض محتوى الدهون اللي موجود في البيض أكتر من محتوى البروتين فاهمتوا قصدي ونرجع بقى للنقطة الأولانية طب البيض مهم ليه عشان فيه بروتين طب ما نشوف البدائل عشان فيه كالسيوم طب ما نشوف البدائل إنتوا فاهمتوا قصدي يعني اللي ما بيحبش البيض يعني خلاص وكذلك في اللبن الحليب يعني اللبن الحليب يعني مش عايزة يعني مش وقته ان انا اكلمكم عن لبن الحليب بس لبن الحليب فيه ناس بتمنع اللبن الحليب خالص تمام برضو من الحاجات الغلط هو التعامل طريقة التعامل بقى تضارب المعلومات حوالين التعامل مع المادة الغذائية نفسها يعني ايه يعني فيه ناس تقولك اللحمة لازم تبقى مشوية لا مش لازم تبقى مشوية اللحمة المشوية الكتير غلط وبتمنع امتصاص فيتامين بيه خمسة وفيه خمسة ده مهم جدا للأعصاب زيت الزتون لأ زيت الزتون مايتحطش عن نار لا زيت الزتون يتحط عن نار لا زيت الزتون يتعامل بيه صلطة بس ولا بقولكم تضارب المعلومات فهمتوا قصدي زيت الزتون لا يقدح يعني ايه يعني ما يسخنش لدرجة انه هو التحمير تفاهمين قصدي الا لو حاجة اصلا متطبلة كده بزيت يعني محطوط عليها شوية زيت زتون انا بتكلم على انه فيه ناس بتعامل مع زيت زتون دا اللي هو هنحط فيه بطاطس يعني اللي هو بتتقلي فيه أنواع من زيت الزتون بتتحط على النار يعني وإنت بتشتري زيت الزتون فيه أنواع يقولك الأنواع دي اللي معصورة في وقت معانم السنة دي اللي بتبقى قابلة أنها تتحط على النار أو تتسخن إنما زيت الزتون يستخدم بارد ويتحط على النار بس بشرط أنه لا يقدح يعني ما يسخنش قوي بالبلدية تمام؟ يبقى احنا الحل في اللي أنا بقوله ده أنا ضربته أمسيلا جودة المصادر اللي نعرف منها معلوماتنا الطبية والتأكد من أكتر من مصدر وأزن الإنترنت مليان بس روحوا على المواقع المحترمة وحتعرفوا يعني إيه محترمة؟ هتلاقوها من صياغة الأخبار ومن الكلام وهتلاقوا تكرار الكلام ممكن تدخلوا على أكتر من موضوع في نفس الموقع فتلاقوا آه ده أنا عارف المعلومة دي من الدكتور بتاعي قال هالي في موضوع تاني يبقى الموقع ده موسق وهكذا هنطلع لفاصل ونرجع نستكمل كلامنا مع حضراتكم عن حيرة التغذية العلاجية يحكى أنه مازال متواصل خليكم معنا أهلا وسهلا بحضراتكم في القسم التاني من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها في الحديث عن حيرة التغذية العلاجية وبنتكلم بالوقت عن المشاكل اللي بتخلينا ما نلتزمش قوي في الغذاء الصحي ما نلتزمش قوي في نظام غذائي عايزين نمشي عليه لخفض الوزن مثلا أو لتحسين جودة الحياة مش كل ريجيم أو كل دايت علشان خفض الوزن أحيانا الريجيم بيكون مطلوب علشان جودة الحياة علشان ظهرك ما يبقاش فيه ألم علشان سنانك تبقى كويسة علشان جهازك الهضم يبقى كويس علشان تنامه كويس تفاهمين قصدي؟ يعني فقدان الوزن ده احنا حطينا الموضوع ده لخصنا كله في فقدان الوزن مع أنه هو الموضوع كله له علاقة زي ما بقول بجودة الحياة وزي ما قلتلكم قبل الفاصل على طول لما تحسوا أن فيه معلومة عليها تضارب زي الأمثلة اللي قلناه اللبن الحليب مضر ولا مش مضر البيض مضر ولا مش مضر هو البيض الأحمر أحسن من البيض الأصفر ولا الأخضر ولا حاجات كده زيت الزادون يتحط على النار ولا لازم نستخدمه بقى لما تحسوا أن فيه أزمة كده في المعلومة خلاص ادخلوا على مواقع جيدة في الانترنت يعني اكتبوا كده الموضوع خلاص وجوجل ما شاء الله ما بيأثرش هيطلع لكم حاجات كتيرة منها ما هو جيد ومنها ما هو لازم يعني نبلغ عنهم السلطات نعرف إزاي بقى المواقع الجيدة تقروا الخبر تلاقوا الكلام موجود كويس تقلبوا بقى في نفس الموقع ده تكتبوا حاجات تانية فتلاقوا أن الموقع يعني دي وسيلة من الوسائل للتأكد من جودة المواقع على فكرة لتتكلم في الحاجات الصحية أو الحاجات الطبية جربي كده مثلا حضرتك أو حضرتك تكون فيه معلومة أنت عارفها بقى فيه دكتور قال لك معلومة أنت متأكد منه وكتب العنوان وشوف نفس الموقع اللي أنت بترجعه ده وشوفهم كاتبين إيه عن المشكلة اللي أنت متأكد أو اللي أنت متأكدة من الموضوع لو لقتي نفس الكلام تعرفي أن ده موقع شاطر موقع القائم عليه ناس ليهم علاقة بالطب وبيتحروا الدقة والكلام ده كله فهمتوا قصدي؟ ده تيست كده ممكن تعملوه كويس وتقيسوا بقى بعد كده خلاص وتبقى الموقع ده تحطوه في اللستة ما يبقاش الوحيد ده في اللستة كده اللي تتأكدوا منه دايما طيب المشكلة اللي بعد كده إيه المشكلة الخامسة طوفان الإعلانات التجارية طوفان من الإعلانات التجارية في الشوارع وفي وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل عن الأطعمة الجهزة والمطاعم وطرق الإعداد المتهورة واللي مش متهورة والحقيقة أن كل ده مش معظمه لا كله مضر يعني أنت تمشي كاف الشارع وتلاقي يقول لك مش عارف إيه وتلاقي إعلان عن نوع من أنواع المحلات بيقدم فراخ مش عارف ما غلط كلها غلط والزيوت اللي فيها اللي هي كل فين وفين لما تتغير وبتتقلي بطريقة بيسموها ديب فراي يعني يعني تبقى ديب فراي يعني إنه هي بتبقى الزيت الغزير وتقول الحاجات دي غلط أو الحاجات اللي فيها قصوصات مش عارف عاملة إزاي أو تلاقوا مش عارف ناس بتاكل في مطاعم اللي بيعملوا ريفيوز بقى خلاص اللي هي بالعربي ريفيوهات معرفش إحنا بنعرّب الحاجات بطريقة لطيفة خلاص فتلاقوا الناس عادة تاكل كده وتلاقي انت بقى إيه ريئك تجري وخصوصا لو الحاجات دي تشافت بالليل فتبصت لقى نفسك جوعة فتقوم تفتح كده ولا تفتحوا التلاقي وتقول إنه ما نعمل حاجة كده بسرعة طب ما نعمل زي اللي شفنا في الفيديو طب ما تا معظم اللي بتعرض ده إن لم يكن كله غلط وعايز أقول لكم إن حتى الأماكن دي لما بتروحوها أنتوا بقى شخصيا الأكل اللي بتقدم لكم بيكون مختلف خالص عن الفيديو اللي انت شفتوه خالص وأظن في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دلوقتي دي في ناس وقعوا في المطب ده كتير قوي قالوا الله ده إحنا روحنا لما شفنا الفيديو الفلاني إيه الأكل لهو هو ولا الكمية ولا الجودة ولا ما اللي كانوا قاعدين يقولوا يا سلام ويا مش عارف إيه قبت طيب يبقى المشكلة دي إيه حلها إيه الاقتناع إن ده فعلا مضر اللي انتوا بتشوفوه ده الإعلانات واللي في التلفزيون مضر والصور والفيديوهات اللي بتشوفوها دي غير خالص اللي بتتطبق أو تقدم على أرض الواقع ده بخلاف التكلفة المادية اللي بقت كبيرة جدا الحياة للمغامرات اللي من نوع ده يعني الأكل خارج المنزل أصبح مكلف بطريقة رهيبة تمام إيه المشكلة اللي بعد كده التعلق دي مشكلة كبيرة قوي بقى التعلق بمتابعة نمازج لمشاهير تلاقوا فيه ستات سيدات زوجات وبنات بيتابعوا مثلا ممثلات معينة أو ممثلات مطربات عارضات أزياء مثلا كل بقى حسب اختلافه يعني ناس محلية ناس إقليمية ناس دولئة عالمية والرجالة كذلك بيتابعوا مشاهير مقاييس أجسامهم الحياة صعب جدا الوصول إليها بالطرق العادية فهمتوا بقى يا قصدي دي الجملة اللي كنت عايزة أكمله صعب جدا الوصول لمقاييس الجسمانية دي بالطرق العادية زي الممثلات والممثلين زي ما قلتوا كده والحقيقة أن انتوا ما بتبقوش عارفين إحنا كأطباء بقى اللي بنبقى عارفين والله بنبقى عارفين إحنا اللي بنبقى عارفين انتوا مش عارفين ومش متخيلين معظمهم بيعملوا إيه أو بياخدوا إيه عشان يوصلوا للشكل ده أو الفورمة دي فيه رجالة ويعني شباب وتلاقيهم ممثلين ياخدوا حؤن أمينو أسيتز وبياخدوا مش عارف إيه حاجات مكمئة عشان يعملوا شكل كده معين فيه ممثلات بيعملوا عمليات شفط دورية يعني كتيرة جدا فيه ناس وصلوا لمرحلة أنا بقول لكم ده مش لازم أقول أسماء بس هم يعني هم لو سمعوني هيبقوا عارفين أنا بتكلم عنهم فيه ناس وصلوا لمرحلة مرض اسمه بوليميا نيرفوزا بوليميا نيرفوزا دول يعني تلاقي الناس بتاكل هم بيأكلوا بيأكلوا عادي خالص يعني زينا كده زي الحياة وبعد ما بيأكلوا بيعودوا يرجعوا أنا آسف في الكل بيعملوا بيعملوا قيء وده مرض مش بيعملوا كده بشكل من كتر ما خدوا أدوية وعملوا إجراءات عشان خاطر ما يزيدوش وأظن كلكم بقى يعني إذا كدتوا حضاراتكم مش عارفين التفاصيل واندي أسرار طبية لا يمكن الكلام عنها لكن كلنا بلا استثناء مش بنتابع كده نلاقي على أخبار في التلفزيونات وفي المواقع نلاقيوا إيه يقول لك فلانا الفلانية حصلت لها مشكلة صحية طارقة أو فلانا فلانا مشكلة صحية طارقة خلاص كده اعرفوا إن كلمة طارقة دي لها علاقة بالجسم على طوب بشكل الجسم على طوب دخلت تعمل عملية شفط من عمليات بتعملها كل شهر والكلام ده كله الجسم مش مستحمل التخدير حصلت فيه مشكلة هي عندها مشاكل من نوع تاني المشاكل دخلت في بعض المعين في جسمه ليه؟ عشان هم قرروا إنه زي ما بنقول إحنا كده أكل عيشهم معتمد على شكله خلاص؟ طيب ده اختيارهم إحنا بقى بنتابعهم حلو؟ مش لازم بقى نطمح نبقى زيق لأنكم مش عارفين الخلفية أنتوا فاهمين قصدي ولا مش فاهمين؟ يعني ده في كل حاجة مش بس في الأجسام في الجسم وفي اللبس وفي العربيات وفي الحاجات دي قمتوا مش عارفين بقى إيه اللي بيحصل في الحياة الخاصة دي عشان يوصلوا للصورة دي أنا ما بقولش كلام مرسل أنا بقولكو كلام له يعني جوانب كبيرة جدا من الحقيقة لكن لا يمكن أقول أسماء فاهمين قصدي؟ يبقى إحنا لما بنتابع حد تابعوا رياضيين أو الرياضي ده عنده مبرر لازم جسمه يبقى رياضي عشان بيمرس رياضة أو بتاعه حاجات زي كده إنما تابعوا ممثلين إنما تعدش تقولي بقى بس شكلها عامل زي أنا عايز أعمل زيها أنا نفسي أوصل للجسم ده صعب مش عشان هم امرأة خارقة لا علشان الوسائل المخفية كتيرة جدا جدا المشكلة السبعة حصار البرامج الطبية الإعلانية وأنا لن أملي من الكلمة الطبية الإعلانية يلا نقول قعدة أي برنامج طبي تلاقوا فيه رقم تليفون تعرفوا إنه إعلان حلوة الحكاة دي أي برنامج طبي تلاقوا فيه أرقام تليفون مش أرقام التواصل مع البرنامج للتواصل مع الأطباء لعيادة مش عارف إيه العيادة عنوانها فين ده إعلان على طو زي إعلانات الأكل الجاهز زي إعلانات الشؤق زي إعلانات وهكذا التوفان ده بتاع البرامج الطبية دي بتتكلم عن عمليات التكميم والتدبيس وتحويل المسار على إنها عمليات عادية وبسيطة والحقيقة ما بيقولوش لمحة لمخاطرها أو حتى المعايير الطبية الحقيقية للعمليات دي يعني ما بيقولوش مين المريض اللي لازم له العملية دي لا بيتكلموا عنها أن هي عادية يعني ده أنت هتدخل المستشفى تخرج في نفس اليوم على فكرة العمليات وطبعا ما فيش كلمة بتتقال عن متعبها أو مضاعفتها لقدر الله وأكيد بقى ما بيتقالش حرف عن تكلفتها الحل إنكم ما تستسهلوش الإجراءات دي ما تقعدش تقول إيه ما هقول العملية بيقولك سهلة يعني أنا وقت ما حب خفض وزني 40-50 كيلو هدخل عام العملية ده بيقولك الخروج في نفس اليوم ما فيش كده يا جماعة أو أنت تفكري نفس الطريقة ما فيش كده الحل إن أنت ما نسيبش نفسنا أبدا لغاية ما نوصل للاختيار ده الاختيار ده صعب وتكلفته بتكون أكبر بكتير قوي من قدرتنا على تحملها وأنا هنا مش بتكلم بس عن تكلفة المادية أنا بتكلم عن تكلفة النفسية والصحية والمراضية ها طبعا والتكلفة المادية يعني أنت بتدخل أنت فكرين الحكاية سحر أن أنت هتدخل المستشفى هتخرجه ومفيش بتاق لا ده أنت بتعودوا في المستشفى مش بتخرجوا في نفس اليوم ولما بتخرجه ممكن تعودوا ما تكلوش حاجة خالص يعني تعودوا شربوا عصير بس نوع عصير كده معين وبعد كده تكلوا بطاطس مسلوقة بس المدة مش عارف قد إيه الحكاية مش سهلة خالص خالص المسألة في منتها صعوبة وبعد كده بقى كمان يقول لك إيه خلي بالك أنت لو لو كالت هترجع فأنت لازم بقى نعمل العملية التانية الكمالة بتاعي غلط أنا ما بقولش إن إحنا إن الحاجات دي كلها غلط لا أنا بقول إن إحنا يجب أن نتعامل معها لأنها ضرورات طبية ضرورة طبية مش تجميلية ولا رفاهية ولا اللي هو أنا ما يمكن أعملها في ثانية ما فيش كلام ده تمام وطبعا على الجانب الآخر بقى من برامج العمليات دي بتلاقوا طوفان تاني بس من برامج تانية بتتكلم بقى عن أعشاب مزهلة وأقراص سحرية وأكياس جهنمية ويقول لك إيه كل اللي أنت عايزه وهتخص برضو لما تاخد الحاجات دي والحقيقة يعني أنا لو أملك يعني هتقولوا لي طب إنت إيه تعليقك على الموضوع ده أقول لك أقول لكم ما كانش الطب غلب يعني يعني مش ما كانش حد غلب لا ما كانش الطب في العالم كله يعني غلب الحقيقة يعني العالم كله ماشي في أبحاث ودراسات وكل فين وفين لما بيطلعوا دواء ويقولوا الدواء ده يمكن إحنا نخطو بالطريقة الفلانية والمحاذين الفلانية دول عادي خالي يقول لك خدي كرسي مش عارف إيه وعليه كرسي إيه دية وعليه كرسي يا جماعة غلط يا جماعة الحاجات دي مش صح والله العظيم مش صح ومش صحية يعني مش بس مش صح مش صح ومش صحية ومش فعالة وأعتقد إن التجربة أثبتت إن الأجهزة الرقبية في بلدنا ووزارة الصحة مش انتوا كل فترة كده بتسمعوا يقول لك إيه القبض على مش عارف مين بيه وتلاقوا كان فلاني الفلاني ده نفتح كده أي شاشة تلفزيون نلاقيه بينزل منها الحقيقة وإيه بيعرض أعشاب وبيعرض مش عارف إيه ولك ده بيعالج كل حاجة وده بيعالج مش عارف إيه وتلاقيه فجأة وراء القطبان طب ما لما هو كويس كده يعني ما عمال الدولة بتمسكوا ليه والسلطات بتمسكوا ليه وزارة الصحة وتكتشفوا إنه ولا متسجل في وزارة الصحة ولا بتاعه وتسعة وتسعين فاصل تسعة الدنيا كلهم ما بيبوش أصلا أطباء أصلا ما بيبوش أطباء خلاص أنا مش بهذر ما بيبوش أصلا أطباء يعني اللي فيهم يعني كويس شوية بيبقى صيدلي والصيدلي اليوم كل الاحترام والتقدير علماء يعني إنما صيدلي اللي إحنا دلوقتي يقعد يتكلم عن العجبة المزهلة والكابسولة السحرية والكلام ده كله لا يليق يعني واللي بيصدق فيهم يعني المفروض لا يلومنا إلا نفسه طيب المشكلة التامنا وهي زي اللي قلناها من شوية في بداية كلامنا إن الظروف أو طريقة الحياة ممكن ما تساعدناش أو ما تشجعناش على الالتزام بأنظمة صحية للأكل زي ما قلت لكم حد بيقعد برا طول اليوم زوجة عايزة تعمل نظام غذائي صحي بس في نفس الوقت عندها زوج وأولاد مش بيشجعوا على ده طب إيه الحل هقول لكم حاولوا تاخدوا مثلا لو افترضنا أن أنت بتقعد برا برا البيت لظروف دراسة لظروف عمل خد معاك الحاجات اللي تسد جوعك خد رواط يعني قطعها كده وخدها معاك ماشي فواكه عيش معين تحط فيه حاجات حاجات تسد الجوع بس طيب مش نافع اضطر تاكل برا يا سيدي ماشي كله برا ممكن تاكل برا البيت بس اختار أقل الأضرار مش ما تاخدهاش كلها بقى يعني فاهمين قطع يعني حضرتك كلت برا مش لازم تاخد حاجة ساعة مع الأكل فاهمت قطع لأ وتلاقي نفسك طالب جريمة وتقول له يا حاجة ساعة ضايت بقى قال يعني لأ بلاش دي خالص بقى لو كلت ما تاكلش حاجات فيها دهون زهرة لو كلت برا ما تاكلش مقليات فاهمين قصدي يعني انت كلت برا واضطريت اوزن بقى الوهور شوية ما يبقاش لازم الخطأ بنسبة 100% لو عرفت تاخد 50% حلو و50% فيه خطأ انت برضو اللي كذبان او انت اللي كذبان اما عن النموذج التاني بقى اللي بقول لكم واحدة مثلا ام عايزة تعمل ريجيم بس فيه عيلة وبيت وعيال يعني اولاد وبتاع يا عم اقف جنب امراتك انا بكلمك كزوج بقى هنا اقف جنب امراتك اقف جنب والدتك ها اقف جنب زوجك لو زوجك نفسه يعمل ضايت عشان صحته تبقى احسن اقف انت جنبه تقوليوش ايه بقى ضايت ايه بقى اللي انت بتعمله ده بقى ده انا بعمل محشي مش عارف عامل ازاي اقف جنبه اقف جنب زوجك اقف جنب ابنك اقف جنب بنتك وشجعيهم وشجعي نفسك بدل ما نقعد نتريع على بعض او نكسر ما جديه في بعض تمام هنطلع دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل كلامنا في مشاكل حيرة التغذية الصحية يحكى ان مازال متواصل خليكم معنا اهلا وسهلا بحضراتكم في القسم الثالث والاخير من حلقتنا النهاردة واللي خصصناها عن حيرة الاطعمة الصحية او النظم الغذائية للطعام الصحي وبنحاول في هذه الحلقة نعرض جوانب كتيرة للمشكلة دي يعني احنا وصلنا دلوقتي اللي عليها الدور المشكلة التسعة عندنا تمن مشاكل اتكلمنا فيه خلاص كل واحد يشوف الحلقة اللي ما شفش الحلقة وسمع عنها يدخل يشوفها على وصائل التواصل ويشوف هو انهي نموذج من النماذج دول ينطبق عليه المشكلة رقم اربعة ولا نمرة واحد ولا نمرة خمسة وهكذا ويسمع رؤيتنا في حلها ويمكن ربنا يفتح عليه ويلاقي هو الحل بس القصد ان كلنا في نفس المركب يعني الخطأ اللي بيحصل ان الاطباء يحطوا نفسهم في برج عالي بعيد عن المرضى او بعيد عن اللي عايزين الخدمة الطبية لا لازم كلنا نكمل بعض وكلنا نسمع بعض المشكلة التسعة هي ايه هي عدم الصبر الله ايه علاقة الموضوع ده بالنظام الغذائي الصيح اقول لكم عدم الصبر يعني ايه يعني الرغبة في تحقيق نتائج مبهرة في وقت قصير يعني واحد او واحدة بيلخبطوا في الاكل بقى لهم عشرين سنة وعايزين نتائج حلوة في شهرين او في ترته الله او انا مش عملت رجيم بقى انا ليه ما بنزلش ده حضرتك او حضرتك بقى لكم سنين بتاكلوا غلط وبتاكلوا كتير وبتاكلوا بنمط متهور وبتاع يعني الصبر ها ماينفعش كده ماينفعش ان احنا نطلب في شهر ولا في شهرين بيبقى فيه بوادر انما مش النتائج مش لازم تبقى مبهرة يعني مش لازم اللي هو وبالمناسبة دي انسوا موضوع انك النظام الغذائي ده يخسسك عشرين كيلو ومش عارف قد ايه هقول لكم لسه ان شاء الله يجي لها وقتها تمام طيب ايه الحل في موضوع الصبر ده ان عامل الوقت لازم يبقى مريح وبالزيادة مش بالضغط يعني ايه يعني يقول انا هعمل رجيم او قولي انا هعمل دايت انا عايز اخفض وزني خلاص انا عايز اخفض وزني مثلا في ست شهور خلاص ست شهور مثلا مثلا خمسة كيلو تمانية كيلو سبعة كيلو اتقولولي يا انا هارس هنقعد نعمل رجيم ست شهور عشان نخص سبعة كيلو ماهو لايف ستايل ماهو نمط حياة واحنا ورانا ايه بالراحة خالص هذا مش فيه مثل انجليزي بيقول ببطء ولكن مؤكد خلاص بالراحة على بالراحة على ارادتنا مش بس على اجسامنا ارادتنا الضغط على الارادة غلط ماهو انت انت تريد او انتم تريدون ان تخفضوا وزنكم صح كده انا املك الارادة ان انا همنع الاكل اللي انا بيتخن ده انا املك الارادة انما اهدى على ارادتك دي شوية لان ارادتك دي ممكن تصمد يوم اتنين اسبوع الاسبوع اللي بعده تعمل كده لا انا هاكل بقى مش مشكلة اي عاجة انما لو انت واخد المسألة بهدوء من الاول او انت وحضرتك واخد المسألة بهدوء وحتى تارجت او هدف واقعي وبعيد المنال هتوصلي له اقول لكم مثلا خفض الوزن بعد الحمل مثلا مش دايما السيدات او الامات لما بيحملوا وزنهم بيزيد بعدها طيب انتوا عارفين معدلات خفض الوزن المقبولة يعني خلاص هقول لكم بس خفض الوزن بتاع الحمل او خلاص خفض الوزن بتاع الحمل انا بقول لكم بقى من الاخر كل الاراء الطبية المحترمة على مستوى العالم يقول لك ايه او يقول لكم ايه يا زوجات يا امهات يا جميلات وزنك الزيادة قد ايه 10 كيلو 12 كيلو 8 كيلو ده بعد ما خلص الحمل يعني مش اثناء الحمل ما اثناء الحمل ده في وزن مولود ووزن مشيمة والدم بيزيد وزنه والسدر بيزيد وزنه بتاع لا لا خلاص خلصنا الولادة الحمد لله وقمنا بألف سلامة بس انا عندي بقى زيادة عن وزن قبل الحمل 10 كيلو خلاص انتوا عارفين علميا ايه المفروض العشرة كيلو دول ينزلوا في قد ايه ينزلوا في 9 تشهر نفس فترة الحمد مش هما زادوا في 9 تشهر ينزلوا في 9 تشهر لا ازاي ما عنديش وقت ما فيش وقت لا ايه ما هما زادوا في الحمل على 9 تشهر ان شاء الله يبقوا كيلو اصيف 9 تشهر شوفوا بقى اقول لكم ايه برحتكم خالص ومعدلات خفض الوزن المقبولة على مستوى العالم دلوقتي المستوى العالم ها العالم ما بقولش مصر خفض الوزن بيبقى مقبول من ها 400 جرام الى 800 جرام في الأسبوع يعني في الأسبوع اقل من كيلو دي معدلات المقبولة دي اللي تخليكوا تقدروا تستمروا دي اللي تخليكوا تقدروا تحققوا نتائج مبهرة بجد بقى هو ده المعدل المقبول انما واحد يقول لك ايه تلاقي اعلانات يقول لك الحاجة دي هتنزلك 5 كيلو في الأسبوع ده خطر جدا ده لو حصل ده تبقى مصيبة انتو فاهمين قصد ده خطر جدا وما نفرحش بي ده لو حصلت بقولكوا تبقى كارثة خلاص المشكلة العشرة عدم قبول اختلاف لاحتياجات الغذائية للجسم من وقت للتاني وده غلط هتقولولي يعني ايه هو جسمنا بيفرق معالك اه طبعا احنا لازم نقبل الاختلافات دي لانها جزء من طبيعة الكون مش بس طبيعة اجسامنا يعني ايه يعني في الشتاء طبيعي ان احنا نبقى عايزين ناكل اكتر فما تضغطوش على نفسكو في الشتاء قوي يعني لازم تعمل نظام غذائي او تمشوا على نظام غذائي مرن وفيه كمية اكل اكبر شوية في فصل الشتاء في الصيف بنشرب سوائل اكتر شهر رمضان ده لو قصة لوحده صح؟ ايام الامتحانات لاحتياجات الغذائية بتبقى منطقاء مثال اغذية التركيز مش احنا بقى في الامتحانات او احنا في وقت امتحانات مثلا دلوقتي مثلا يبقى عايزين اغذية للتركيز ايه الاغذية اللي بتساعد على التركيز الاسماكو بتحديدا السردين والسلمون والدينيس والتونة الشوكولاتة الدارك او الشوكولاتة الداكنة التوت بانواعه المكسرات زي ايه؟ زي الفول السوداني الفول السوداني اللوز الفوزدو الكاجو عين الجمل البندو البيكان خلاص؟ الحبوب الكاملة كل دي اغذية تساعد على التركيز اللي هي ايه؟ الامح والرز الرز الاسمر والشعير والدرة والشفان والبرغل البرغل ده ممكن يتاكل عادي على فكرة مش لازم يتحط في الكفتة وكده البيض البروكلي كل دي اغذية اللي انا اقول لي فده اغذية تساعد على التركيز طيب احنا في وقت امتحنات عايزين اغذية تحسن الزاكرة مش بقولكو كل وقت ولو ادان كل وقت ولو اختياراته في الشتاء اختياراته في الصف اختياراته في رمضان اختياراته وقت الامتحنات اختيارات صح كده؟ ايه الاغذية اللي تحسن الزاكرة؟ يلا نقولها بسرعة العيش او الخبز بكل انواعه كل انواعه التوت كل انواع الاسماك الموز الكرفس السبانخ الجزر زيت الزتون زيت عباد الشمس زيت الدرة الزيت الحار الكرمب البطاطا الليفت كل دي حاجات تساعد على الزاكر شفتوا بقى؟ طيب المشكلة الحداشر ان في اعتقاد عند ناس كتير قوي لما بيجوا يطبقوا النظام الصحي للأكل يعني ان الأكل الصحي هو بس الانواع الغالية او الانواع الغريبة او الانواع اللي طعمها وحش يعني فيه قاعدة كده يقولك انت بتعمل ده انت تاكل بقى الحاجات الغريبة حتى هم فيه ناس لما بيجوا يعملوا نظام غذائي تلاقيهم هم يستعرضوا بالموضوع ده يعني يقولك تلاقيهم مثلا عاديين في مكان مشكلة فيقولك ايه هو مفيش كنوة طب مفيش حاجة بامكن سيدز مفيش ألموند ملك مفيش أسباراجوس مفيش الحاجات دي كلها آلية ترجمعها الكنوة ده واحد من الحبوب الكاملة الثانوية او بيسموه الحبوب الكاملة الكاذبة مش حبوب كاملة أصلية خلاص البامكن سيدز اللي هي بزور القرع القرع العسلي ده بس هي بامكن سيدز يعني هم فيه ناس ولاد ناس كي بيحبوا يسموا كل حاجة بطريقة تانية خلاص ألموند ميلك اللي هو لبن أو حليب اللوز فاهمين؟ الأسباراجوس اللي هو الهليون هو الحقيقة بالعربي زي الإنجليزي لتنين غراب يعني تمام؟ الحقيقة بقى أن المواد الغذائية دي يعني هي الحاجات دي غالية بالمناسبة بس مش حقيقي أن هي الاختيارات الوحيدة في الأكل الصحي خالص ده العكس يعني زي مقول لكم العكس واللي صحيح يعني أصحة أنواع المواد الغذائية هي الأنواع المتدولة Want أصحى أنواع المواد الغذائية أكتر أنواع غذائية مفيدة في الضايت ومفيدة الخفض الوزن هي الأنواع المعروفة زي إيه؟ زي البقوليات بكل أنواعها هتقولولي الله الفول واللوبيا والعاتس والحاجات دي هي مش بتتخن دي حاجات اسمها كربوهايدريت بطيقة لاحتراق يعني إيه؟ يعني لما بتاكلوا حبة منها بتحترق ببطء لازم تاكلوا منها خلاص؟ بتحترق ببطء يعني ما بتجعوش بسرعة مش أنتوا تسمعوا يقولك اللي بيفطر فول بيقفل معا اليوم كله صح كده؟ ها؟ الفول والعاتس والبرغل والحمص والحاجات دي كلها دي اسمها كربوهايدريت أو مواد نشوية بطيقة لاحتراق دي من أفضل الحاجات في الرجيم الخضروات، الفواكه، الخضروات والفواكه هي بقى المعتادة الزبادي، الجبنة الأريش ها؟ وهكذا كل الأنواع المعروفة والمتدولة والحاجات دي كلها من الخضروات والفواكه وبتاقي دي حاجات صحية طبعا يبقى ما تعقدوش نفسكم وما تخلوش حد يضحك عليكم من تطلعوا تدخلوا كده سوبر ماركت تلاقي واحدة عاملة خط إنتاج بتقولك ده خط الإنتاج الأكل الصحي بتاعي ومش عارف إيه طبعا أنتو ممكن لو ناس مركزة شوية هتعرفوا هي مين وحاجات كده أنا مش مفيش مشكلة شخصية بس قصدي إيه بقى؟ بتلاقيوا حاجات غريبة، حاجات محطوطة مع بعض وتلاقيوا أسعار غالية جدا مع أنه اللي عايز يعمل دايته عايز يعمل الجين بس هو المعرفة، العلم نطبق العلم والعلم هو البساطة يعني أنتو بتلاقوا ناس رياضيين وجسمهم جميل وكلام دا كله بيأكلوا أبسط ما يمكن تمام؟ وأبسط ما يمكن دي يعني مش حاجات وحشة، دي حاجات جميلة وفيها تنوع مذهل طيب دي كانت المشكلة الحداشر المشكلة الاثناشر إن كتير قوي من الناس فاكرين إن الجسم الصحي هو أكل صحي بس يعني فيه ناس فاكر إن أنا عايزة يبقى جسمي صحي يعني جسمي كده له شكل صحي أنا كسيدة يعني أو كبنت أو أنا كرجل أو كشاب يبقى لا لازم أكل أكل صحي الحقيقة لا الجسم الصحي هو أكل صحي ونوم صحي ومجهود صحي يعني إنك تمارس رياضة أو إنك تمارس رياضة حتى لو رياضة إنك تمشي كده جوه البيت تعملي اللي وراكي جوه البيت موضى رياضة بالمناسبة يعني خلاص إن حضرتك تبقى ساكن في الدور الثالث أو الرابع أو الخامس وعندكو أسنسير فأنت تاخد الأسنسير لغاية الدور الثالث وتطلع دورين على رجلك دي رياضة مفيدة جدا للقلب بالمناسبة إنك تتوفر عندكو الفرصة إنك تمشوا خمس داقة أو عشر داقة في اليوم دي حاجة عظيمة ها يبقى رياضة صحية ونوم صحي تمام ومشروبات صحية مش كافيين بقوا مشروبات طاقة والكلام ده كله ها وأهم من ده كله الحقيقة نفس صحية نفس صحية ما فيهاش غل ما فيهاش حسد ما فيهاش كره ما فيهاش استكتار النعم على غيرك ها كل ده يعمل جسم صحي مش الأكل الصحي بس هو اللي بيعمل جسم صحي تمام المشكلة التلاتاشر هي عدم الواقعية في تحديد الأهداف المطلوبة ما فيهاش واقعية بأخر أو التعلق بأمنيات خاطئة ومش هتحصل هقولكو يعني إيه يعني حضرتك زوجة غير آنسة غير إنك تيب لسه ما جوستيش زوجة فقط غير إنك زوجة وأم زوجة وأمه وردعتي ردع طبيعية غير الزوجة اللي طفلها ردع صناعي خلال باختصار بلاش تحديات كده غريبة بيعملوها الحضراتكو يعني كبنات وسيدات تحديات غريبة الحقيقة وبتقوم في دماغكو كده اللي هو إيه أنا عايز أوصل لستايل أو مقاس لبسي أو مقاس هدومي أيام الجامعة مش هيحصل مش هيحصل يعني مش هيحصل ومش هينفع بأي شكل لأنه فيه عوامل الزمن عدت يعني أنت ممكن تفضلي شكل جميل ورقيق ومتناسق ورشيق بس مش هتوصلي لمقاسك بتاع أولا جامعة يعني ما يعني إلا إذا كنت بقى أولا جامعة كان مقاسك أكبر فأنت كده تبقى حققاتي إنجاز لو رجعتي تمام طيب المشكلة الأربعة عشر إن النظام الغذائي الصحي مش لازم يكون عبقة علينا في الفلوس أو في التزاماتنا المادية يعني بشكل عام خلاص يعني فيه ناس كده تقول لك السيارة الرجيم بقى ده أكل معين ده قايمة ده أنا هجيب ده أنا الواحد بيعدي الشهر بالعفي أنا عايز أقول لكم إن العكس هو اللي صحيح النظم الغذائية الصحية بتعتمد على الكميات الأقل في الطعام ذات الجودة الأكبر ذات الجودة الأكبر يعني لازم بالبلد كده نغير نظرية إن الحاجات اللي بتشبع هي الحاجات اللي بتتخن لا الحاجات اللي بتشبع ممكن تبقى حاجات صحية جدا وممكن تبقى كويسة جدا وممكن حضراتكم وإنتوا بتاكلوا تهتموا بأكل الخضار وتهتموا بأكل الفكهة وتهتموا بأكل الجبنة الأريش والزبادي والبقوليات وتنوعوا فيه هتلاقوا نفسكم مفيش تكلفة مادية الضافت يعني زي ما بقول لكم وهو ممنوع إنك تاكل لحمة كل يوم ممنوع تاكل فراخ كل يوم ممنوع تاكل سماء كل يوم مفيش حد بيأكل بروتينات كل يوم تمام؟ المشكلة الخمستاشر هي اللي أنا بسميه أو بقول عليه اليأس الفوري اليأس الفوري يا سيدي أنتم دخلين تجربة جديدة عليكم بعد سنين طويلة من اللخبطة والاستهتار واللا مبالاة تجاه جسمكم طبيعي يكون فيه أخطاء طبيعي لما نبدأ تجربة جديدة طبيعي يكون فيه أخطاء طبيعي يكون فيه تجاوزات النظام الغذائي يا جماعة الصحي مش التزام ديني أو حتى التزام مهني لأن دول كمان التزام الدين والتزام المهني فيهم تجاوزات أو مساحة من عدم الالتزام المؤقت طبعا المؤقت مش عدم الالتزام المطلق يعني خلاص؟ يعني ممكن اللخبطة بس المهم اللخبطة قد إيه؟ ابتديتوا نظام طعام صحي من يوم السبت السبت باز عندكم من الحد للجمعة طبقوا فيه بقية الأسبوع كويس طبق الأسبوع كله تضرب الشهر فيه أربع أسابيع ويومين أو أربع أسابيع وثلاثة أيام يا جماعة يعني أسبوع باز مش مشكلة نكمل الشهر كويس ده حتى لو الشهر كله كان محبط لا قدر الله يعني لو الشهر كله كان محبط طب ما السنة لسه فيها 11 شهر بلاش اليأس الفوري ده اسمه اليأس الفوري إنكم تيأسوا نفسكم بسرعة وتقولوا إحنا فشلنا بسرعة والكلام ده كله خلوا دايما قدامكم مقولة الشاعرة التركي نظم حكمة اللي قال أجمل الأيام هي التي لم نعيشها بعد يا رب يجعل أيامكو يعني أيامنا كلنا سعيدة أيامكو وأيام ولدنا وأيام حبيبنا كلها تبقى أيام سعيدة ولا تخلوا الأيام السعيدة من أيام فيها منغصات وفيها مطبات وفيها ألم لكن في المجمل الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى على كل حاجة حلوة خلاص يا رب نكون في الحلقة دي أظهرنا كده بعض المشكلات اللي بتواجهنا في تطبيق النظم الصحية أو النظام الغذاء الصحي يعني كل واحد يدور مشكلته فين ويسمع كلمتين يمكن يطبقهم يمكن يجيبوا نتيجة يعني لعل وعسى نكون بنقول حاجات إن شاء الله تكون مفيدة لحضراتكم بشكركم جدا جدا وإن شاء الله نشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي سلام عليكم